من جنيبها قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إن المؤتمر يعقد في إفريقيا لأول مرة منذ عشرين عاما منذ عشرين عاما فيتم عقد هذا الاجتماع في القارة الإفريقية ويتم استضافاته في مدينة كبيرة مثل مدينة قاهرة يسكنها تقريبا عشرين مليون شخص لذا هذا المنتدى العالمي كذلك يأتي كنقطة محوارية في عقد العمل الخاص بنا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال المنتدى الإقليمي والعالمي فإن المدن كلها تساعد بعضها البعض وتسرع من عملية تنفيذ أجندة أهداف التنمية المستدامة